الجميع الحقيقة في انتظار الاهلي عشريني اتنين وعشرين ويمكن نوعية الصفقات الأسماء اللي ضمها النادي الاهلي في خلال وتم الاعلان عنها طبعا فوضات استمرت لفترات طويلة لكن تم الاعلان عنها في الساعات الأخيرة تبين لحضرتك رؤية الإدارة في دعم الفريق بشكل كبير جدا بمستويات عالمية الحقيقة يمكن كل الصفقات اللي انضمت للنادي الاهلي أو الأسماء اللي تم الاعلان عنها تقدر تقول انها صفقات من العيار التقيل لعيبة وده اللي احنا كلنا نتكلم فيه الاهلي مش محتاج تبتتكلم على 30 نجم موجودين في قائمة النادي الاهلي بتتكلم على كم كبير جدا من البطولات حققها الجيل ده والسكواد بتاعت النادي الاهلي وبالتالي أي إضافة أو أي اسم مفروض يدخل على الاسكواد دي ومفروض يبقى دعم كبير جدا واعتقد كل الأسماء اللي تم الاعلان عنها تقدر تحط بصمة مع فرقة النادي الأهلي مشوارنا طويل ومشوارنا ممتد وقريب جدا 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 هنحتفل بكتير إن شاء الله بإذن الله من البطولات مع النادي الأهلي خلينا نتكلم على الصفقات والدعم نتكلم على مشوار اللي جاي بالنسبة للنادي الأهلي مع مستر رابيتسو مسلماني واحد من أبرز المدربين شاء من شاء وأبى من أبى اللي جون في تاريخ النادي الأهلي بيشرفنا النهاردة كابتن أحمد عادل واحد من نجوم طبعا نادي الأهلي كابتن أحمد مساء الخير مساء النور أنا سعيد دايما أن أنا بقى موجود معاك وإن شاء الله تبقى حلقة خفيفة على السيدة مشاهدين أسمع منك كده تقييم سريع يعني شايف أهم الإيجابيات اللي اتحققت للنادي الأهلي على مدار بتقريبا عشر شهور قدهم مستر موسيماني مع النادي وأهم النقاط اللي محتاجين إن احنا نشتغل عليها وإحنا نستعد المشوار برضو طويل جدا من البطولات سيزن جاي ممكن يكون أكتر سيزن ازدحاما بالمطشاط والبطولات هشارك فيها النادي الأهلي ولعبته طبعا أنا بقول هارده لك النادي الأهلي على فقدان الدوري لكن دي مش نهية العالم لكن زي ما معودنا على طول النادي الأهلي وبتشوف أنه هو بيشارك في سطة بطولات على مدار الموسم بيحقق خمسة إنجاز كبير جدا يحسب لمجلس الإدارة ويحسب للعيبة ويحسب للجهاز الفني يحسب كمان أن الجهاز الفني بمجلس الإدارة محافظين على القوام الأساسي للنادي الأهلي بتدعمات طبعا زي ما حضرك قلت بتدعمات العيار السقيل للفريق وإن شاء الله بنشوف أن الصفاقات دي مش على مستوى المحلي بس لكن انت بتلعب في كاس عالم الأندية طبعا أنا بشوف أن نتائج مستر موسماني أو إنجازات مستر موسماني على مدار حداشر شهر انت بتحقق خمس بطولات من ضمنهم اتنين دوري أبطال أفريقيا وهي البطولة الأهم والأصعب في البطولات اللي بلعبها النادي الأهلي بتلعب كاس عالم الأندية بتحقق ثالث دي برضو تعتبر بطولة بتاخد برونزية فأنا بشوف أنها أركام مميازة جدا مع مستر موسماني